السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النشاط العلمي للسنة السادسة ابتدائي إذن اليوم لدينا نموذج للفرض الأول فيما يخص الوحدة الأولى لدينا بجمعة من التمرين إذن نبدأ بالتمرين الأول أكتب تعريفا للهواء من خلال إتمام الجملة التالية باستعمال الكلمات المناسب إذن لدينا تعريف للهواء ولكن حدفت منه بعض الكلمات سنعيدها إلى مكانها لنحصل على تعريف الهواء إذن يتكون الهواء من عدة غازات ويحتوي تقريبا على 78 من و21 من إذن بطبيعة الحالة الهواء يتكون من نسبة كبيرة من غاز الأزوت إذن من 78% من غاز الأزوت والنسبة التي تمثل 21% فهي من تنائي الأكسجين تنائي الأكسجين كما رأينا ذلك خلال التعلمات إذن الأكسجين و1% يمثل غازات أخرى غازات أخرى مثل تنائي أكسيد الكربون وحادي أكسيد الكربون وغاز البطان وغاز الميتان إذن هناك العديد من الغازات الأخرى ولكن هذا إلا في الجو إذن ننتقل إلى التمرين الثاني إذن التمرين الثاني وضعت فاطمة شمعة مشتعلة فوق الطاولة وغطتها بعد ذلك بوعاء زجاج إذن خدت شمعة وغطتها بالوعاء كما هو مبين إذن هذا هو الوعاء وهذه الشمعة كانت مشتعلة وبعدها أنغطتها إذن نلاحظ ما سنتحدث عنه في هذا التمرين إذن انطلاقا من الصورة جانبا اقترح إجابات للأسئلة التالية ماذا حدث للشمعة بعد تغطيتها بالوعاء إذن انطفأت الشمعة ستنطفئ الشمعة الشمعة بعد لحظات يعني كتبقى واحد شوية شعالة ولكن ستنطفئ في النهاية إذن لماذا؟ لأنه إذن السبب يستنتج السبب وراء ذلك إذن السبب هو نفاذ نفاذ تنائي الأكسجين المكون الثاني الذي يمثل 20% تنائي الأكسجين في الوعاء إذن تنائي الأكسجين الذي كان يوجد في الوعاء يعني استهلكا وبالتالي انطفأت الشمعة إذن هذا هو السبب الذي جعل الشمعة تنطفئ إذن ننتقل إلى تمرين الثالث حدد الفرق بين التغير الكيميائي والفيزيائي إذن سبق أن تطرقنا للتغير الكيميائي والفيزيائي وقلنا بأن التغير الفيزيائي هو تغير فقط في شكل المادة وفي مظهرها لكن التغير الكيميائي فهو تغير في تركيبة المادة زائد أن التغير الفيزيائي هو تغير إنعكاسي ماذا نقصد بإنعكاسي؟ يعني عندما يصبح الماء تلجا يعني يمكن أن يعود بعد ذلك التلج ماء إذن في هذه الحالة نقول على أن التحول فيزيائي لماذا؟ لأنه إنعكاسي بينما عندما مثلا تحترق الشمع هل يمكننا أن نعيد ذلك النواتج التي نتجت إلى شمع وإلى فتيل؟ لنستطيع وبالتالي في هذه الحالة نقول على أن هذا التحول فهو تغير كيميائي إذن ده مغد نجاوبي صحيح أو خطأ إذن ينتج حدوث التغير الكيميائي بتغير شكل المادة خطأ إذن شكل المادة عندما إذن هذه الجملة خطئة لو أنه كان في تغير في شكل المادة لتحدثنا عن التحول الفيزيائي التغير الفيزيائي تغير غير عكاسي إذن احتاج الجملة خطأ لأن التغير الفيزيائي فهو عكاسي عندما نديب مثلا السكر في الماء فهذا تغير فيزيائي لماذا؟ لأن يمكننا أن نبخر الماء ونحصل على السكر مترصف في الإنم إذن هذا يعني رجعنا كان السكر دائبا ورجعناه إلى حالته الصلبة إذن هنا تغيرت غير خاصة وفي ذلك السكر خلال التغير الفيزيائي تتغير المادة في شكلها وليس في تركيبها إذن صحيح إذن هذه الجملة صحيحة لأن تركيبها المادة بقيت كما هي إذن ننتقل إلى تمرين الثالث أذكر نوع التغير في كل حالة دوابان الملح في الطعام دوابان الملح في الطعام فهو تغير فيزيائي لأن عند إدابة الملح في الطعام ماذا سيغب؟ يدوب الملح ويمكننا أن نبخر الماء فنحصل على الملح مترصب داخل الإناء إذن هذا دليل على أن هذا التحول فهو تحول فيزيائي فقط في شكل المادة وفي مظهرها ولكن في تركيبتها لم تتغير إذن هذا تغير فيزيائي احتراق الخشب كل الاحتراقات فهي تغير كيمياء لأن الاحتراقات دائما تعطينا نواتيج مختلفة عن مواد جديدة نجلينا مواد جديدة وتغير في تركيبة المواد زائد أنه لا يمكن أن يكون نعيكسين بالتالي فهو تغير كيميائي صدأ الحديد كذلك عندما يصدأ الحديد يظهر لنا لون جديد تظهر لنا مادة جديدة هي الصدأ يعني الحديد يجذبه المغناطيس لكن صدأ الحديد لا يجذبه المغناطيس إذن تغيرات الخاصيات تم خاصية الحديد له خواص ولكن صدأ الحديد خواص أخرى من حيث اللون ومن حيث الانجداب إلى المغناطيس إذن و يعني يتآكل الحديد إذن هناك تغيرات جدرية داخل المادة وفي تركيبها وبالتالي فهو تغير كيميائي دوابان الشمعة إذن هنا يجب أن نفرق بين احتراق الشمعة ودوابان الشمعة دوابان الشمعة الحق ما يخصنش نقوله دوابان انصحار لأن عندما نتحدث عن الدوابان خصن المذيب وهناي المذيب فقط الحرارة يعني هي التي أذابت الشمعة لأن الشمعة في هذه الحالة المقصود هنا يعني انصهار الشمعة وليس دوابانها فالدوابان يختلف عن انصحار إذن المقصود من التمرين هو انصحار الشمعة فانصحار الشمعة هو تغير فيزيائي لماذا؟ لأن ذلك الشمع عندما ينصاهر لو تركناه للحظات سيعود إلى حالته الصلبة التي كان عليها إذن تحول إنعكاسي وبالتالي فهو بطبيعة الحال يعتبر غير كيميائي إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الفرق نموذج أول لدينا نماذج أخرى سنتطرق إليها في الحصص القادمة بحول الله